استعداد لرفع الرأي البيضاء في هذه اللحظات رفعت الرأي البيضاء في هذه اللحظة استعدادا للانطلاق فوتحات البوابات على بركة الله تعالى وانطلقت الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر 4 و 5 سنوات الخيل التي لم تربح في شوطن الأول من علامة 1600 متر في الحفل التاسع والثلاثين والتنافس على شد في هذه اللحظات ولجة في المقدمة في هذه اللحظة في محاولة من ولجة للدخول في هذا الشوط والمنافسة في شوطن الأول في الحفل التاسع والثلاثين والخروج بالتالي من هذه الفئة الخيل التي لم تربح وشاهد أيضا التنافس على شد ومحاولات للدخول في هذه اللحظات لبارقة من الله من الخارج والمحاولات أيضا للدخول في هذه اللحظة كما نشاهد لمراحل للمركز الثاني في هذه اللحظات المحاولات لضبية التنهات من الداخل في المركز الثاني في هذه اللحظة مع تنافس مثير من البداية المنعطف قبل الأخير والجالي أبناء الأمير محمد بسعود الكبير في محاولة لفعل شيء في هذا الشوت والتقدم بكل قوة مع محاولات الآن من خطيب من الخارج خطيب المرشح الثاني في هذا الشوت من الخارج الآن يدخل مع محاولات من ضبية التنهات من الداخل الآن وخطيب من الخارج المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم التنافس على شد محاولات للظفر بالمركز الأول المحاولات تأتي الآن من الخارج لشمس الميدان الآن شمس الميدان من الخارج بقيادة عبدالله سليمان العظيم في محاولة للخروج من هذه الفئة المركز الخامس آخر المشاركات في طريقه للمركز الأول شمس الميدان ما شاء الله تبارك الله لسلطان بن عبدالله اليحيى المركز الثاني ذهب لمصلحة خطيب المركز الثالث لمصلحة ضبية التنات إذن نلف مبروك لسلطان بن عبدالله اليحيى المركز